البعد الثقافي كان له حضوره في زيارة رسمية التي يقوم بها الوفد الفرنسي الرفيع المستوى إلى بلادنا اتفاقية تعاون تم توقيعها صباح الخميس بين وزارة الثقافة الفرنسية والمؤسسة الوطنية للمتاحف تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي وتكوين الفنانين المغاربة خصوصا على مستوى إحياء وحفظ التراث لقد قمت بزيارة هذا المتحف الرائع سواء عبر المعروضات الدائمة التي تظهر غنى الفن المعاصر المغربي بعد توقيع اتفاقية تعاون من أجل تبادل التكوين وتبادل الفنانين وهو شيء المهيكل بدقة بين البلدين أهمية شراكة المغربية الفرنسية في المجال الثقافي تتجل في تنمية السياسة المتحفية التي شرع فيها المغرب خلال العقدين الأخيرين والتي من شأنها الإسهام في حفظ الموروث الفني المغربي وفتح الآفاق على تجارب عالمية نستطيع أن نضع خطط تكوينات من أجل الطالبة ومن أجل المحترفين المغاربة في مجال التراث عن مواضيع جد مهمة من أجل ضمان عمل المتحف الكبرى مثل المتحف الذي نتواجد فيه اليوم متحف محمد السادس بالرباط الفن يستطيع الإسهام في الثقافة لكن السياسة المتحفية تستطيع الإسهام في التنمية الاقتصادية وكذلك في تنمية ثقافية البيان الختامي للمنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي صلت بدوره الضوء على المجال الثقافي عبر بنده الواحد والستون والذي جاء فيه أن التعاون بين البلدين يطمح إلى جعل المغرب منصة ثقافية في إفريقيا وتحويل الرباط إلى عاصمة ثقافية في القارة إضافة إلى التعاون من أجل وضع بنية ثقافية وازنة خصوصا على مستوى نهر أبي رقراق ومدينة الضربضاء الكبرى